أهلا بكم في بلا قيود ضيفنا اليوم أديب ومفكر مغربي درس الحقوق والعلوم السياسية بدأ حياته العملية في وزارة الخارجية المغربية حتى عام خمسة وتسعين وتسعمائة وألف وكان أول من تولى منصب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ولمدة ست سنوات يعمل حاليا أستاذا للعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس ويتميز بغزارة إنتاجه الأدبي والفكري باللغتين العربية والفرنسية أسأل الدكتور حسن أوريد الأديب والمفكر المغربي عن أرائه الفكرية والسياسية إزاء ما يشهده المغرب والمنطقة من تفاعلات وعن أعماله الأدبية وما تمثله من دلالات وما تثيره من جدل دكتور حسن أوريد أرحب بك في برنامج بلا قيود شكرا على الاستضافة يا أهلا ويا مرحبا دكتور حسن سنبدأ بقضية شغلك وشغلتك لأمد ليس بالقصير وهي قضية الهوية والاغتراب وهو شيء عكس في كتاباتك لماذا تصديت لهذا الموضوع في نظرك؟ أول شيء قضية الهوية ترتبط بقيمة أساسية وهي الاعتراف وطبعا من العسير على من لم يتلظى بيسميه البعض بندوب الاحتقار أن يفهم لماذا يبحث أو تبحث جماعة أفراد عن هوية هذا هو الذي حدى بي إلى أن أهتم في فترة من حياتي بقضايا الهوية وطبعا حينما أتحدث عن الهوية ما يبدو بالأساس هو القضية أو العمق الأمازيغي للمغرب فلذلك اهتممت كثيرا وبالطبع لأنني كذلك ناطق باللغة الأمازيغية وعارف ثقافة الأمازيغية هذا الأمر طبعا شغل بالي لكن كل خطاب هوية يمكن أن يؤدي إلى انبعاث خطابات هوية أخرى بديلة وقد تكون متصادمة ولذلك لا بد لفترة معينة تجاوز خطابات الهوية من أجل شيء جامع وهو المواطنة وأظن بأنه إذا كان من الضروري لفترة الانكباب على الهوية ينبغي تجاوز ذلك لفائدة المواطنة كيف ترى دكتور حسن أن الدولة المغربية تعاملت مع هذا الموضوع قضية المقومات الأمازيغية للشخصية المغربية ظلت على الهامش لأمد طويل حتى بعد الاستقلال ولم تتصدى لها الدولة إلا مؤخرا هل أنت راضي عما أنجز حتى الآن على هذا الصعيد أول شيء أريد أن أثني على ما قلت وأشد على يدك باستعمالك لمصطلح الشخصية أنا أفضل مصطلح الشخصية عوض الهوية هذا شيء في اعتقادي أساسي وهو المنح الذي يأخذ به الكثيرون الآن في المغرب يفضلون مفهوم أو مصطلح الشخصية عن الهوية لأن الهوية تؤدي إلى هويات وقد تكون متناحرة هذا من جهة طبعا تحددت هوية المغرب بين قوسين غداة الاستقلال بمناءة الاستعمار ولذلك كان كل شيء من شأنه أن يمزق أو يعبر عن تنوع كان ينظر إليه كمدعاة للتمزق والفرقة ولذلك كان ينظر إلى المغرب على أساس أنه عربي إسلامي فقط هناك مقولة مأثورة لعلى الفاسي أن المغرب مسلم وعربي هذا كان في سياق معين إلى غاية الثمانينات حينما برز الخطاب الأمازيغي الدولة تلكأت أتحدث هنا عن المغرب الذي أعرف وضعه أكثر من غيره تلكأت وكانت تنظر بارتياب لقضية الأمازيغية إنما تطورت الأمور مع الملك محمد السادس وتم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وكثقافة وتم إنشاء معهد للثقافة بل تم الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية لكن الأجرع شيء آخر ومآل الخطاب الهويتي شيء آخر وطبعا لا أريد أن أخوض هنا في هذا الحيز أتضيق حول قضية متشاعبة هل هناك في المغرب هويات ممكن أن تتناحر لأن المصطلح السائد هذه الأيام هو تم غرابيت التي هي الشخصية المغربية من هو المغربي؟ المغربي الذي يمكن أن يحمل كل هذه المقاومات هذه المؤلفات وهذه الانتماءات هل هناك هويات يمكن أن تكون خطرا على الدولة وعلى استقرارها؟ أتحدث بالمطلق هناك هويات أفضت إلى تناحر في أرجاء عدة ولا ينبغي أن ننتظر أن تقع الأمور حتى أن نقبل بالأمر الواقع أعتقد بأنه في هذه المهمة التي تطالع بها وهي التفكير في قضايا متشاعبة ينبغي أن نرصد ما يمكن أن يقع ولذلك أنا أظن بأنه من خلال استقرار تجارب متعددة كل خطاب هوية يفضي إلى هويات يعني بديلة أو متضاربة إلى آخر بل إن خطاب الهوية لا يمكن أن يقوم من دون استعداء الآخر ولذلك ينبغي أن تجاوز الهويات من أجل هوية جامعة وهو الأمر الذي أسميه بشخصية ولتكون الشخصية المغربية ليس فقط في حدود المغرب ولكن في حدود شمال إفريقيا عموما وأعتقد بأن هناك بنية مشتركة لدى دول شمال إفريقيا أو بلاد المغرب عموما وهو ما يمكن أن نسميه بالشخصية المغربية هل سألتك عن المغرب الذي أنت تعرفه حق المعرفة هل نجح المغرب في ذلك؟ في حدود أعتقد نعم يعني من دون شك أن هذا التابو أو ما كان ينظر إليه كتابو يعني نزع حينما تتجول في شوارع الرباط أو أي مدينة من المغرب يعني ترى حروف تفناغ وكان هذا شيء مستغرب قبل عشرين أو ثلاثين سنة كان من المستغرب أن يستشرف الإنسان مثلا كتابات بحروف تفناغ أو برامج في التليفزيون بالأمازيغ هذا معطى لكن عمليا لم يتم الارتقاء باللغة الأمازيغية كما ينبغي لأسباب متعددة ولذلك لا بد أن نقر بأن هناك أشياء مهمة إنما الأمور تتجاوز في نهاية المتاف يعني هوية لمجموعة معينة ولكن تمصرف إلى هوية بلد أو شخصية بلد بصفة عامة هذا الذي أرى حروف التفناغ لمن يتابعون من مشاهدين في أرجاع العالم العربي هي أبجدية الحروف أبجدية اللغة الأمازيغية دكتور حسن أنت أيضا تنقب في الحقبة الأندلسية وانعكس ذلك في أعمالك في ربيع قرطبة وفي زينة الدنيا ما الذي ترمي إليه من ذلك؟ وطبعا أنا حينما أتحدث عن الأندلس لا أقصر النظر على فترة زمنية أو تاريخية أو حقبة زمنية أو حتى على رقعة جغرافية أتحدث عن الأندلس الفكرة والأندلس الفكرة من منظوره هي تلك التي أتاحت تعايش ملل ونحل متعددة وهذا هو الذي أعنيه ولذلك من نسبة إليه الأندلس أو زينة الدنيا وهو مصطلح ليس لي إنما تبنيته من خلال كتابات العديدين هو احترام الآخر أي إن كانت عقيدته أو لونه أو لسانه هذا هو الذي أعنيه وطبعا أظن بأنه وجدانيا نحمل عبق هذا التراث ولربما من مسؤوليتنا أن نحيا ونبعث هذا التراث فهذا الذي أعنيه إنما لا أنصرف من منطلق الحنين إلى الماضي أو استرجاع لا التاريخ انتهى ولكن ينبغي استحاء روح ورحيق التاريخ وهذا الذي أسعى إليه في أعمال الأدبية وفي اهتمامه بالتراث الأندلسي أعمالك الأدبية هذا هو بيت القصيد يعني في رواء مكة هل فعلا كما يتهمك البعض خلص كفرت بالحداثة أو أدرت ظهرك لها ووجدت مقومات الشخصية أو مقومات الهوية في شيء آخر في العودة إلى التاريخ لكل شخص الحرية أن ينظر إلي كما شاء الحداثة واقعة موضوعي والحداثة طبعا ملك للبشرية وليس من الوارد بالنسبة إلي لأي شخص أو لأي جماعة أن تدير ظهرها للحداثة ولذلك ليست هناك حداثة بالمطلق ولكن حداثات ومن المؤكد أن هذه الحداثة برزت في الغرب تحضرني جملة مأثورة لغوت في فوست ما تنثه عن أبيك امتلك أو تبنه لكي يكون ملك هذه الحداثة التي لم نسوها لن تكون ملكا لنا إلا من امتلكها هذا هو الذي أردت في رواء مكة والذي يشكل من دون شك قطيعا بين مسارين من مساري لكن طبعا يمكن أن أدافع عن نفسي أنا لست ضد الحداثة ولست ضد الغرب أبدا لم يرد ذلك في رواء مكة ولا في أي كتاب من كتاباتي إنما الناس أحرار في أن يقرؤوا الأمور كما أرادوا من باب الفضول لابد أن أسألك عن أفول الغرب الذي شهد الشيخ الأزهر وهو كتاب ربما استحوذ على اهتمامه ماذا قصدت به إذن؟ هو الكتاب بالأساس طبعا حينما نتحدث عن الأفول هذا مصطلح استعمل بعد حرب العالمية الأولى مثلا كتب كتاب بهذا العنوان بول فالغي له كتاب نظرات حول العالم قال قولته المأثورة إننا ندرك بأن الحضارات تموت ليس هناك تجني وإنما معاينة الذي عنيته في كتابي هو أن هل بقي الغرب يأتم ويؤمن بقيمه هل حقيقة يأخذ بهذه القيم التي بزغت من رحم فلسفة الأنوار هل حقيقة يؤمن بالحرية وبالعدالة وبالعقل ألم يتم تشيئ الإنسان هذا هو الذي عنيت فربما قد يكون الأسوب وعلى كل حال أنا أطالب من الذين تسرعوا أن يقرأوا الكتاب الذي قلته أنه هناك خيانة لقيم الغرب من لدن الغرب نفسي هذا هو مدار هذا الكتاب أنا أعرف بأنه أثار فضولا وضجة كبيرة أنا كنت أريد أن أسترسل في حديث العلمانية والحداثة والخلفية الإسلامية سأعود إلى ذلك لكن بما أنك تحدثت بهذا الشكل المشهد السياسي العالمي الحالي دكتور حسن وأنت رجل مؤرخ نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية يبدو كأنه يتهاوى لديك الآن الغزو الروسي وأوروبا مكتوفة الأيدي بشكل أو بآخر أي نعم هي تمد الأوكرانيين بالسلاح لكن البريكزيت بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد إلى الحرب توتر مخيف أو مقلق في جنوب شرق آسيا كيف ستخرج الإنسانية من هذا الوضع الخطير في نظرك؟ طبعا لا يمكن أن نستبق ولكن مناسبة الشرط هناك انعقادة الجمعية العامة للأمم المتحدة ينمغي التفكير في هذه الأداة التي أريد منها أن تكون إحدى الأدوات من أجل استثباب الأمن والسلم في العالم هل حققت هذا الهدف النبيل؟ طبعا لا أن الأمور تتجاوز في نهاية المطافة المنظمة السؤال الذي ينبغي أن يطرح هل يمكن الإبقاء على حق الفيتو؟ الفيتو كما أريد له هو بالأساس مسؤولية معنوية أنت تعرف والمواطنون ومشاهدون يعرفون بأن إنشاء الأمم المتحدة جاء على أنقاض عصبة الأمم لأن عصبة الأمم لم تكن لها أداة للرادة لأن الولايات المتحدة لم تكن عضوا فيها وهو الأمر الذي شجع إيطاليا لغزو الحابشة إثيوبيا واليابان لغزو منشوريا فلذلك تم إعطاء للدول التي انتسرت حق الفيتو لكن هذه الدول لم تحترم في نهاية المطاف المسؤولية الأخلاقية الولايات المتحدة شنت حربا على العراق خارج مظلة الأمم المتحدة روسيا غزت أوكرانيا ولذلك هذه المناسبة أو ينبغي أن تكون مناسبة في التفكير في مظومة الأمم المتحدة وفي حق الفيتو بنظام جديد أريد فقط أن أتمم في إبان الحرب الباردة كانت هناك ميكانيسات الحوار لما كانوا يسمى التعايش السلمي وصبول حوار أو التليفون الأحمر بين موسكو والبيت الأبيض الآن ليس هناك وسائل التواصل بين القوى النووية والبشرية الآن على حافة كارثة نوية ولذلك للمناسبة تفرد نفسها من أجل التفكير في قواعد جديدة وأنا أتفق معك بأن المنظومة التي ورثها العالم بعد الحرب العالمية الثانية انتهت المشكلة الآن أن الإنسانية في خضم أزمة اقتصادية طاحنة ونظرية العولمة الاقتصاد والتجارة التي أريد بها للبشرية أن تنعم بالرخاء أنتهت إلى حروب تجارية وحتى منافسة دارية على التفوق الاقتصادي وعلى الموارد الاقتصادية والعودة إلى الحماية الاقتصادية هو طبعا العالم يعيش أزمة هذا أعتقد بأن معالم الأزمة كانت ظاهرة قبل كورونا جائحة كورونا عرت وأججت من هذه الأزمة يعني الحرب الروسية الأوكرانية فضحتها وعطت زخما لهذه الأزمة طبعا نحن نعيش في هذا الكوكب وينبغي أن نجد حلول لهذه الكوكب الاقتصاديون لهم مفهوم للأزمة الأزمة ليست بالضرورة شيئا سلبيا تفترض إيجاد براديجم جديد ينبغي التفكير خارج القوالب بالبوروثة خارج ما كان يسمى باكس أمريكانا أو بين قوسين السلم الأمريكي أو الأحادية القطبية بين التنميط الذي فردته بعض المؤسسات الدولية المالية لينبغي في نهاية المتاف التفكير وفق قوالب جديدة والحال أننا نعيش أزمة غذائية تصحر أزمة مناخية مشاكل متداخلة ومن الضروري التفكير خارج إطار الدولة الأمة أنت أشرت إلى الحماية طبعا هناك كذلك استفحال الاتجاهات الشعبوية والتطرف وهذا خطر يتهدد البشرية خلينا نرجع إلى المنطقة العربية دكتور حسن يعني كثير من المشاركين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون بقضايا مغرية للحديد فيها هناك حتى من قال أستاذ حسن أوريد منفصل شوية عن الواقع ويستطيع أن يتحدث في التاريخ والفلسفة لكنه يبقى بعيدا عما يكابده المغاربة لابد أن أسألك في مرحلة ما قلت أن المفهوم العصري للدولة ليس متوفرا في المغرب هذا كلام قديم طبعا 2013 الآن هناك مجهود لتوفير قدر من الرعاية الاجتماعية والتي تعتبرها شيئا أساسيا لمفهوم المواطنة هل لازمت على نفسي الرأي؟ أنا حالم أعتقد بأنه من الضروري لمجتمعات أن يكون لها عناصر حالمة ليس هناك مجتمعات تطورت من دون حلم طبعا أن يكون الحلم حلما جماعيا ولكن دعنا من أحكام القيمة أنا كنت انتقد طبعا ما كان يسمى بالدولة المسهلة في إطار ما كان يسمى أدبيات توافق واشنطن وهي حزمة إجراءات كانت تفردها هذه المؤسسات وكانت تعتقد بأنه يكفي خلق ثروة لكي تعم كافة الشرائح وتبين بالملموس بأن خلق ثروة لا يؤدي بالضرورة إلى حسن توزيعها لا بد من ميكانزمات جديدة من أجل توزيع الثروة طبعا وضح الأمر جليا بعد جائحة كورونا وظهرت الحاجة ماسة إلى ما يسمى بالدولة الاجتماعية فإذا أنا أعتقد بأن الواقع أجاب عن هؤلاء الذين كانوا ينعتونني بالحالم طبعا في العالم العربي والقول ليس لي يعني هناك يعني عالم اقتصادي مصر توفي سامر سامر سليمان كتب كتاب وهو رسالة الدكتورة قدمها في السوربون عن أن الأنظمة العربية وهو يتحدث عن مصر تقوم على أنظمة قوية وبنهاشة للدولة يعني وأعتقد بأن هذا القول يعني صائب وصادق ويصلح عن العالم العربي هناك أنظمة قوية بأجهزة أمنية قوية إلى آخره ولكن الدولة كدولة يعني لها مسؤولية الرعاية الاجتماعية ضعيفة والحال أنه مثلا هناك انشطار بين العضو والوظيفة نتحدث عن التربية الوطنية من دون التربية الوطنية دكتور حسن لا بد أن أسألك هنا طبعا مرحلة الربيع العربي مرت وانقضت وهناك الآن من يتنبأ بربيع عربي ثاني بالنظر إلى ما حدث أو ما يوصف بأنها ثورات مضادة والأدلة مثلة موجودة كيف تتنبأ أن يستمر تطور الدولة الاجتماعية والدولة القائمة على الاهتمام بالمواطن وفي الوقت نفسه هناك مواطنون يتطلعون إلى أشياء أخرى إلى حرية التعبير إلى حرية الرأي والتي لا تزال غائبة بقدر لا يستهان به في المنطقة برمتها. هناك قاعدة في العلوم الاجتماعية نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج أنا لا أتحدث هنا عن الربيع أو غير الربيع إلى آخرية أو خريف دعنا فقط نتحدث عن هذه الهبة التي اعتملت قبل عشر سنوات وكانت نتاج عناصر موضوعية وهي احتقان سياسي وتكلس اقتصادي. نحن نعيش احتقانا سياسيا إما سلطوية أو سلطوية منمقة ونعيش كذلك وضع اقتصادي مزري أغلب ما يميزه الطابع الرئي ولذلك حقيقة هذا وضع ينذر في نهاية المتاف بإمكانية انبعاث حمم هذا البركان الراكد ولذلك قرأت قبل قليل مقال مروان معاشر وهو كان وزيرا في الأردن ومن الباحثين الكبار يتنبأ كذلك بانبعاث موجة جديدة وكذلك المفكر المغربي هشام العلوي طبعا هذا القول لا يمكن أن نعتبره رجما بالغيب ولكن ينطلق من قراءة موضوعية للواقع. الوضع الاقتصادي سيء في العالم العربي لأسباب موضوعية والوضع السياسي ليس بأحسن من الوضع الاقتصادي. دكتور حسان شيء في صميم الواقع المغربي المغاربي العلاقات مع الجزائر لم تقم بين المغرب والجزائر علاقات طبيعية منذ استقل البلدان هو طبعا الظاهر هو قضية الصحراء ولكن كما قلت يا الظاهر أعتقد بأنه الآن أصبح حتى الساسة يعترفون بأن الأمور أعمق من قضية الصحراء وقد تكون قضية الصحراء الشجرة التي تحجب الغابة. قد يكون أسباب المشكلة الديولوجية كما قال المرحوم أول رئيس للجزائر المرحوم أحمد بن بلا وطبعا تماثل الثقافي يخلق نوع من لا أقول عداء ولكن التنافر أظن بأنه هناك منسوب كبير من عدم الثقة بين البلدين بغض النظر عن المشاكل التي قد تكون موضوعية وأغلبها له أسباب موضوعية هناك عجز كبير في الثقة بين النظامين. أظن بأنه من العسير الآن الحديث عن إمكانية بحث أو إنشاء هذا المنصوب. أظن بأنه غير ممكن الآن. وأتمنى أن أكون مخطعا. لربما كان يراودني لفترة حلم أن تكون هناك قنوات أخرى موازية. سواء في بنية بعض السياسيين المخضرمين. الذين عاشوا معارك التحرير. والذين أغلبهم انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. أو لدى بعض المثقفين الذين يتوفرون على حرية إلى آخره. لكن في الظرفية الراهنة غير ممكن. أتمنى حقيقة. أتمنى أن تخيف الحدة مع القمة العربية المزمع. إنعقادها في الجزائر. لجزائر. كما يقول سياسي مغربي. لسنا نعرف حتى الآن ما إذا كان ملك المغرب محمد سادس سيشارك في القمة. لأنه هناك من يتطلع لذلك مؤشر إيجابي. دكتور حسن. بقي لدي موضوع آخر مهم. وهو تكييفك المختلف للعلاقات الجديدة بين إسرائيل ودول عربية مختلفة. كالمغرب. كالبحرين. اتجاهات الرأي العام العربي معروف. لكن ما الذي يحدث؟ لا أستطيع أن أتحدث بالنسبة للدول العربية الأخرى. طبعا أتابع ما يجري في المغرب. وأدرك ما الأسباب الموضوعية التي دفعت المغرب إلى الإعلان عن هذه العلاقات. طبعا هذه العلاقات بين المغرب وإسرائيل ليست وليدة الساعة. ليس هناك. ولذلك بادر المسؤولون المغاربة ليس للقول بالتطبيع. ولكن إعادة العلاقات الديبلوماسية. الديبلوماسية المغربية أنا طبعا لست مسؤولا عنها. تنظر إلى الأمر من زاوية براغماتية. وليست إيديولوجيا. موقفي أنا طبعا ليس إيديولوجيا. ولكن لا ينبغي. ولا يمكن بتاة القفص على حقوق الشعب الفلسطيني. هذه قناعتي. كيف يمكن التوفيق بين الأمرين. هذه ليست مسؤوليتي. أنا أتحدث كمثقف. وأعتقد بأنه لا يمكن للسلم أن يستطيب من دون حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. هذا رأيي. أما مسؤولية المغرب. هذه مسؤولية الدبلوماسية. إنما أفهم الاعتبارات التي دفعت الدبلوماسية المغربية إلى ما تسمي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. دكتور حسن أوريد. الأبيب والمفكر المغربي. أشكرك جزيلا على سعة صدرك معنا في بلا قيود. شكرا لك. موسيقى 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 اشتركوا في القناة